يعني هو خيار مثل ما يقال حنال فتلاوي وهيثم الجبوري هس هذا الموضوع طبعا هو محسوب على رئيس الوزراء رئيس الوزراء تم تقديم إلى طلب بأكثر من 11 نائب بعملية التغيير في محافظة باب لكن لم تكن هناك استجابة قدموا الملفات إلى دولة رئيس الوزراء مشفوعة بكافة الأدلة بعملية الابتزاز وكذلك بعملية التزوير وهاي موجودة أمام رئيس الوزراء الآن منظور عرضتوا جنابكم الكريم بعض المقاولين دولة بعضهم الآن ما يدخلون الدوار حيث بعضهم مريد يسجل أبناء بالتربية ما يحق لي يدخل للتربية هذول المواطنين تم منعهم بكتب رسمية هذه الصلاحية ما موجودة لقضاة ولا موجودة لرئيس الوزراء كيف استخدمها المحافظ بهذا الشأن والآن بإمكانكم الاستفسار عن هذا الوضع أنا أتكلم مع الشهود الآن الموجودين جميع هؤلاء المقاولين وبشكل علني قدموا مطالع لرئيس الوزراء وشهدوا عند رئيس الوزراء اللجنة المختصة بمكافحة الفساد قالوا إحنا ساومونا على 15% علني المشروع ما يحال إلا بعد دفع من اللي ساومهم؟ ساومهم المحافظة المحافظة أم المحافظة؟ هم شهدوا على المحافظة وشهدوا على اللجنة يعني اليوم السيد الوزراء متهم نعم هم هذا شهود ها بشهادة شهادة أمام رئيس الوزراء والشهود موجودين أحياء يرزقون الآن في عملية الابتزاز اللي موجودة طبعا طبعا هاي المسألة مو متحلقة فقط في الآن المحافظة الحالية لا لا هي كل وعلي قلت لك نبدأ من النهاية ونرجع بها ولذلك الآن أنا جنابكم الكريم ممكن يساوون استضافة لهنا بقناتكم الكريمة حتى يكمل البرنامج والمشروع لكافة المقاونين والشركات الموجودة في محافظة بابل سوف تعلن لكم وأمام الملأ إن هم كيف كانت يأخذون المشروع في محافظة بابل ما يأخذون المشروع اللي يدفعون نسل 12% علني نعم اتكلمنا مع رئيس الوزراء الرئيس الوزراء جاوبنا قال هناك قضايا أعلم بها أكثر من هذا في بابل نعم إذا تعلم بقضايا أكثر من ذلك في بابل كان المفروض يا دولة رئيس الوزراء تظهر منك التغيير اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة